كانت واضحة من وجهة نظر الفناد العاملين اللي هم الأقرد عين في التلاسة ومن ضمن ما أكدت عليها بأنهم كانوا حتى بعض المعلومات يأخذونها من خارج المنطرة وبعدين ما الذي لربما أنا فاتتني وإن شاء الله تكون كذلك فجأت حدثت عن رأيهم في منافع الشبابية التي تعود عليهم فمن واضح أن الشبابية تعز الثقة بين الإدارة وما بين العاملين تعز الثقة وبالتالي يشتغل ويذهب إلى الفريق الواحد فهنا هناك حصرات فجوة لأنه ساعة تقول أنهم يقولون ما في الشبابية في عملية تدفق المعلومات بعدين يتأكد على منافع الشبابية من وجهة نظر الأفراد هؤلاء أن تسهم فما الذي هذه معلومات فاتتني أو هو هذا ما حصلت علينا وأيضاً لما نقول محدودية الشبابية بمعنى أنه أكدين وضمن التوصيات أنه لا مانع لأن الإدارة ممكن تتحفظ على بعض المعلومات تتحفظ على بعض المعلومات مثل ما هذا يعني إذا كان العاملين أو المباطلين يشعرون بأنهم جنس من المنظمة وإدارتها وفريق واحد فأعتقد هنا أشياء كبيرة جداً تكون يبترض أن تكون في هذه النوع الشبابية شكراً شكراً جزيلاً من الدكتور سيناد الآن نعطي الدور بالدكتورة نورية للإجابة على مداخلات الأساكدة لفاق شكراً جزيلاً شكراً 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 أنا أعرف رأيي للإدارة والفنادق إن إدارة استخدمت الشفافية بأن تقدم لهم معلومات موحدة للجميع وواضحة وبدور أي عمور ماذا سيحصل؟ هل هذه الأساليق موجودة تستخدمها إدارة الفنادق ولا لا تستخدمها؟ وإن استخدمتها أي من هاله هو الأكثر نفع الشفافية في الفنادق فأر هذا جانب. جانب بالنسبة لي أنا أخذت استمارة الإستبانة. كنت مستعدة صراحة؟ استمارة الإستبانة ليست فيها معلومات عامة. وإنما حددنا معايير قياسنا الشرطانية يعني هل الإدارة تقدم لك معلومات حول ما يدور فيها من سياسات تشغيل؟ ما هي الإجراءات التي تقوم بها؟ عد ما تضع خططك؟ ما هي هذه الخطط؟ ما هي الأساليب في تنفيذ هذه الخطط؟ لو وضعت هذه كل تعدية اتخاذ القرار، هل يوجد مجال للعاملين في إبداء الرأي في اتخاذ هذا القرار؟ انتقاء هذه الخطط وانتقاء هذه القرارات بناء على ماذا؟ كل ذلك موجودة في استمارة الإستبانة، ولذلك في النهاية كانت بالنسبة للدكتورة أن العموان بالنسبة للشطافية وأثارها على القوى العاملة أي العاملين أنه لو أنا كإدارة قدمت لك معلومات واضحة وطلبت من عندك أن تبدي رأيك بكل بساطة ووضوح ولا يوجد غموض ما بينما أنا أقدم لك هم معلومات ما أنت تحاول أن توصل إلى بسبيل اتخاذ قرار حتى أقدم مدة جيدة في النجاح فإذا في النهاية وصلنا إلى ثلاث نتائج أن 97% من العاملين قالوا أن إداراتنا كانت عند مناقشة الخطط ووضع طرق تنفيذ هذه الخططة كلها واضحة ودراسة مشاكلنا وأسباب المشاكل في القسم ولماذا تقوم هذه المشاكل واضحة، ما عندنا مشكلة بها المشكلة الغموض فقط أن 73% منهم قالوا أن منظماتنا قطينا معلومات مالية بالجانب المالي يعني جانب الفلوس توجد معلومات ولكن ليست بالكم الواضح إلى من يمكن أن يقول أن هناك طبيق الشفافية مية بالمية في هذا الأمر بنية على هذا استنتاج نطيت توصية أنه يحق للإدارة الفندقية أن تخفي بعض المعلومات السرية التي تخص المنشأة الفندقية لأنه ليس كل معلومة أنها ممكن أنضيها لجميع العاملين فيه معلومات الأولى لو وصلتها لبعض العاملين مثلاً، لأننا لدينا الاتفاق أن أنطق تخفيض لإحدى المناطمات أو لإحدى بعض المجموعة أو ميناء أو المناطمات أو ميناء أو فيهة معينة من الزبائل، أنطيعهم تخفيض ممكن أن تخفيضها لغيره السبب يعود لوجهة نظر الإدارة. عندها جانب خاص بها تقول أنا ما أنطي هذه التخبيضات المالية لغيرها. فما أجي أقول لكل عامل أنت يا ريزرفيشن التي توجود عني بالفرونت أوفيس كلما تأتي لكي تجربة نحن استثنين هذا القروب مطيناع 90% تخبيضات وهذا نطيس 20% لأن هذا من جانب فلان وهذا إلى أهمية عندنا إلى ارتباطات أخرى. أخفي هذه المعلومات لأن في بعض الأحيان نمنح تخبيضات مالية لبعض المجامع أو للحجوزات أو في بعض الأحيان أعين موظف أنطي راتب أكثر من غيره لجوانب خاصة بي أنا كمنظمة. لكن لموظف واحد ليس للكل. لكن عندما أجي أقيم ويجيني موظف ثاني بنفس المستوى، بنفس الخبرة، بنفس المواصفات التي أريدها وعينه بشكل آخر يختلف عن الزمين الثاني إلى بمستوى الراتب، باحتساب ساعات العمل، بالتبقية، بأي مكان، وفرّف بينه وبين الآخر وينجي العامل يسأل لي ليش أنا؟ هذا الموظف الموجود بالفرونت أوفيس الواقف على الرسيبشن اللي يبتلك اللغة الفلانية ويدقن العمل على الحسابات ويدقن العمل على الحاسوب تنطي 500 دينار بالشهر وأنا بنفس المستوى، وبين البلد تطلين 300 دينار فأخي عند المعلومات، هل هذا يصح؟ قلنا في هذا الجانب لا يصح، يجب أن تكون هناك معلومات واضحة أنه أنا عندما أتقدم لموظف بهذه المواصفات، أعينه وانطي هذا المستوى من الرواهب فلا يوجد خموض بالنسبة إلى هذه المعلومات التي ممكن أن نداولها، والكل يعرفها لكن خموض أخفي بعض المعلومات التي تأثر بكرة على سمعتي مع الشركات الأخرى هذا ما يقصدنا بالنسبة إلى بالنسبة إلى ما يريد ذكرتها الدكتورة أن أخصص تحسين الإنتاجية ومن ثم تطوير مهارات العاملين ومن ثم بالنهاية يصلنا إلى جودة المنتج ورغة الزمن هذا الذي يقصد علينا أن نحطي كل هذه الأسئلة تقريباً كل واحد إلى أربع أسئلة أو خمس أسئلة الصب في هذا المعيار وجد النتائج شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً للدكتورة نورية على الإجابة الواضحة حول التساولات التي جاءت من الزملاء الجالسين إذا لم يكن هناك أي مداخلة أو استفسار سوى بقاء عندنا الدكتور بن حياد فسوف نبدأ بنسجل الملاحظات إن كان الدكتور عندك عنده أي ملاحظة حول البحث الأخير الذي كان تأثير الاستثمار في غسلمان البشري على سلوك العمال داخل الشركة أنا الحقيقة عندي مداخلة لو تسمح لي حول البحث أنا شكت عدم مضوح رؤية عدم مضوح رؤية بين المتغيرات من هو المستقل؟ من هو المعتمد؟ من هو الوسيط؟ نحن نعرف أنه هناك يجب أن يكون هناك مضوح رؤية عادة حول المستقل والمعتمد هل الاستثمار كان هو المستقل؟ أم تدريب العمال هو كان المعتمد؟ الحقيقة هنا شوية تشكالية عسى أن هذا التساوى المالي يعني تعطينا إجابة وللحاضرين يتم فينا نفسها شكراً شكراً نحن قمنا المداخلة عنوانا تأثير الاستثمار في الأسلمان البشري على سلوك العمال الداخل الشركة اقترحنا نعمودرش مع دراسة تطبيقية لشركة الاتصار نجمة في الدزال الهدف من هذه الدراسة هو تأثير الاستثمار في الأسلمان البشري داخل الشركة بتعتماد بارئة التأثيرات الهجوم المتأثير الأول الذي يعتبر استثمار في الأسلمان الذي يؤثر لنا على المرضود العام في الشركة والثؤال الثاني والسلوك الثانية هي سياسة التدريب التي اعتمدناها بصفة مطلقة بتأثير الاستثمار في الأسلمان البشري بابتعاله داخل سلوك العمال بشكل الشركة نحن قبنا بنامودر حددنا فيه متغيرات مستقلة ومتغيرات تابعة للوضع الضغطور ومتغيرات وسيقية المتغيرات المستقلة تتبثل في التغير لمستوى أداء العمل التدريب سيعطع السياسة الذين يمتعون سياسة التدريب المتغيرات التابعة أولا تتعادلها في الغزور ثانيا مدى الرغبة العامل في البقاء في الشركة وليس في تغيرها وشكنا الحب والفرادية الثالثة المتغير التابعة هي معدل نوران العمل المتغيرات واعتبدنا في النموذج على المتغيرات الوسيطية من بينها قدرة المشكول في التأثير على حوافز ومكافأة العاملين والفرضية الثانية مدى وجود لنا مفعال لتقييم الأداة فرضية الثالثة وجود فرص عمل مهتمل خارج الشركة والفرضية الرابعة سياسة توزيع العمالة داخل الشركة هذه الشركة الشكلة في انتصارات نجمة في الجزائر فبالرغم هذه المنافسة الشديدة مع باقي شركة اتصالات في الجزائر إلى أن هذه الأخيرة ستطعت أن تحقق بيزة تنافسية في سوق العمل الجزائر باعتمال على هذه المختلف المتغيرات الوسيطية والتابعة المتغيرات الوسيطية والتابعة والمسعدة استخرصنا نتيجة من بين الفرضية الفرضية الأولى عن طريق نموذج حضار المتعدل استخرصنا نتيجة الأولى أن التدريب يعتبر عاملها في تأثير على الاستثمار في رسمان البشري داخل عمار داخل الشركة وأن السياسات الأزوار تعتبر من بين أكبر السياسات التي تمتني إلى تحفيز في نغدة رسمان البشري داخل سلوك العمار داخل الشركة شكرا شكرا جزيلا للدكتور على إضافه المتغيرات سواء كانت مستقلة أو محكملة أو مصيدة إذا لم يكن هناك أي مداخلة سوف أنهي الجلسة بتوزيح شهادات المشاركة على السادة الباحرة المتغيرات 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 موجود هذا؟ موجود الله عزيز رحمه أنا أثرت أنا أقول اسمه لأنه ما أشفت قسم من الأخوان من عنده عمل يعني يبدو راح إلى عمله بعد ما ألقى منهم الأستاذة سوزان اللي كانت شركة الأستاذ دكتور نجم عزاوي قالت أنا بعد ما ألقى البحث أبقى ربع ساعة لأنه عند الالتساب لم تكنه دين قدرة على إقاعها على كل الدكتورنا التوزيع لكن يا دكتور لا 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 يعني بقى بس ما أم نعطيها يعني نداف الظهر منا نسألهم إياها أنا لم يقللنا عن نار ومعين لا يعني بقى شكراً لكم 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 شكراً لكم